وللمتابعة نضم إلينا من الرباط عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز أفريكا ماد للدراسات الاستراتيجية سيد عبد الفتاح يعني ما هو الدافع لتجديد هذه المباحثات وهذه المفاوضات المتوقفة منذ سنوات هل هناك استشعار اتفاق في الرؤى؟ طبعا كانت هناك يعني هذه الدعوة أو الجولة الجديدة التي يحاول كولر عقدها كانت بقرار أممي صدر في أبريل الماضي بشأن قضية الصحراء والذي يعد كذلك تدبيرا جديدا من أجل إيجاد تسوية سياسية بشأن نزاع الصحراء وفي هذا الإطار كذلك كان في تاسع أغوش جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن تقديم هيرس كولر لإحاطته أمام المجلس بناء على الجولة التي قام بها إلى المنطقة في سياق التأسيس لمباحثات جديدة بين الأطراف حول قضية الصحراء اليوم هناك كذلك كانت إعلان خلال الجلسة المغلقة بأن كولر سيسعى إلى توجيه دعوات رسمية إلى الأطراف المعنية بالأمر وقسمها إلى الشقين أطراف رئيسية وهي المغرب واجبات البوليزاريو ثم الجزائر وموريطانيا باعتبارها أطراف مراقبة غير أن هذا التوصيف لم يتم بعد لأن هناك إشكاليات حول الشكل ومعايير المفاوضات سيما أن المغرب قد استبقى توجيه هذه الدعوات بأنه لن يقبل التفاوض ما عجبت البوليزاريو لأنها ليست مستقلة في قرارها السياسي وأنها تأخذ هذا النزاع بالوكالة عن الجزائر ومعلوم أن المغرب في عديد من اللقاءات مع المبعوثين الأمميين أشار بأن الجزائر هي طرف مباشر في حل قضية الصحر هل تعتقد أن من الأجدى توجيه الدعوة للجزائر كطرف فاعل ومباشر في هذه المباحثات وعدم الاكتفاء بدورها كمراقب؟ طبعا بكل تأكيد لا يمكن التكهل بنجاح هذه المفاوضات التي يسعى إليها كولار ما لم تتم دعوة الجزائر كطرف رسمي وأساسي لأنه بالضرورة أن البوليزاريو ليست دولة أو طرف سيادي وإنما هو كيان الوهمي لا يمكن أن تكون لها مصداقية ومعلوم أن جبهة البوليزاريو كثيرا مخترقت القرارات الأممية ولسيما فيما يتعلق انتهاك منطقة العازلة وإن صدر في 2016 قرار يدعوها إلى الابتعاد عن هذا الخطي الفاصل لكن جبهة البوليزاريو لا تلتزم ثم كذلك هنا علاقات مباشرة قوية فيما يتعلق بالأمن الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء ولا يمكن الإشراف عليه في تدبير قضية الصحراء إلا مع دولة ذات سيادة ومعلوم كذلك بأن الجزائر هي التي تحتضن جبهة البوليزاريو تقدم لها الدعم المالي وكذلك العسكري وكذلك الديبلوماسي والعالم الآن يعرف بأن جبهة البوليزاريو محتضنة بشكل رسمي من قبل الجزائر وبالتالي لا يمكن تصور أي مفاوضات ناجحة بدون المشاركة المسلية وأساسية للجزائر أن كولر بالفعل قد ينجح في الوصول إلى التفاوض والمفاوضات والتباحث المباشر في هذا الموعد وهو سبتمبر المقبل وهل تتفاعل تجاه نتائج هذه المفاوضات؟ ستكون هناك صعوبة كبيرة أمام هورس كولر لماذا؟ لأن المنطقي المخالف مطلقا حتى للقرارات الأممية جبهة البوليزاريو تدعي بأن الممثل الشرعي والوحيد للحديث باسم ساكنة الصحراء فيما هي تشرف على قلة قليلة في مخيمات تندوف وتمثيل يتاع عليهم هي بشكل ديكتاتوري فيما غالبية السكان الصحراء موجودون في الأقليم الجنوبية يدبرون شؤونهم الاقتصادية والمادية من خلال ممارسة ديمقراطية إذن من غير الواقع تصور أن جبهة البوليزاريو تتحدث باسم صحراويين وغالبيتهم موجودون داخل المغرب هذا من جهة أخرى بأن الجزائر اليوم هي ترحب ولكن في الخفاية تقول هي ترحب بالمفاوضات لكن على أنها ليست معنية أي أن الجزائر لن تأخذ تعهدات أثناء المفاوضات بخصوص التطبيق لأي تسوية كانت ولذلك مهما تكون الأخطاء أو عدم الالتزامات فتقول هذا ليس من شأنه والمغرب لا يمكن أن يقع في هذه المصيدة سيما أن كانت جولة سابقة هي الاجتماع الغير رسمية لكنها لم تنجح لأنه تبين بأن القرار السياسي لجبهة البوليزاريو متحكم في القصر المرادية بالجزائر ولذلك هناك علاقة توأم سيامية بين الجزائر وبين جبهة البوليزاريو والمغرب لا يمكنه بأي حال من الأحوال الأقبول بمفاوضات بالوكالة عن طريق جبهة البوليزاريو فيما القرار الأساسي هو للجزائر نعم إذن من الرباط السيد عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز أفريكا ميدا للدراسات الاستراتيجية شكرا لك اشتركوا في القناة